وزير التجارة يعلن توفر خزين للمواد الغذائية يكفي لعام كامل اعلن وزير التجارة اثير الغريري اليوم السد عن توفر خزين للمواد الغذائية يكفي لعام كامل وقال الغريري في كلمة فلال فعاليات الملتقى الوطني الاول للقطاع الخاص الذي تقيمه دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة نطمئن المواطنين بانه لا وجود لاي لازمة مستقبلية فيما يخص المواد الغذائية وان هناك خزين للمواد الغذائية يكفي لعام كامل واضاف ان وزارة التجارة تدرك تماما الدورة المحورية للقطاع الخاص ولهذا السبب نعمل وبشكل خاص على اشراكه في عملية صياغة السياسات والقوانين الاقتصادية لخلق بيئة اعمال موازية تتيح فرصا اكبر للاستثمار بما يعزز من قدرة لقطاع الخاصة وبفيدورها لحيويفي تحقيق للتنمية للشاملة وتابع انه من اولويات حكومة الخدمات الاصلاح الاقتصادية والارتقاء بالقطاع الخاص وفتح افاق جديدة لنمو الاقتصاد الوطني واليوم نتحدث عن عراق جديد مزدهر وقوي فرص الاستثمار فيه وعدة وفي هذه الاطار يأتي دور الوطني الذي تنظم هدئرة تطوير الاقطاع الخاص بالتعاون مع شركة بيت الحكمة واكد الغريري التزام الحكومة بدعم هذا القطاع لانه ركيزة اساسية في تحقيق التنمية المستدامة كون الازدهار الاقتصادي الذي يحققه العراق لن يكون كاملا دون مشاركة القطاع الخاص ولفت الام القطاع العراقي الخاص مقبل على منافسة اقليمية ودولية وواجبنا في وزارة التجارة تقديم الدعم وتوفير البيئة المناسبة لتوسيع الاعمال وتعزيز القدرة التنافسية كونه شريكا رئيسيا في تحقيق النمو في التوظيف وتعزيز الانتاجية وتكوين مصادر جديدة واكمل نعمل على دعم القطاع الخاص من خلال تبني التشريعات الملائمة وتسهيل الخدمات اللازمة وتبسيط الاجراءات كما نحرص على استمرارية التشاور والتعاون لانه العمود الفقري لاقتصادنا واشار الدريري الى ان العراق يلعب دورا مهما في وساطات السلامة وتماشيا مع الوضع في المنطقة نؤكد ان العراق حقق امنا غذائيا ولديه من المواد الغذائية والمحاصيل الاستراتيجية ما يكفيه لعام كامل وفي الوزارة تجاوزنا الامن لغذاء والحصة للتموينية وتمت امينها لعم كامل للامام ونحن بصدد اعادة ثقة لمواطن بالحكومة وبين ان الوزارة ولأول مرة اصدرت بيانات حقيقية تمثل خارطة طريق امام رجال الاعمال ورؤساء الاتحادات ليكون واضحا اليهم من خلالها كمية الاستيرادات والصادرات وقيمتها وتوزيعها الجغرافي مع اضاحة اهمية الصناعة كونها للدافع الاسس لنمو للتجارة والاهمية الكديرة للشريحة لمصادرين منخل الاصدر للتشريعات المهمة لدعم للصادرات ورفع نسبتها وكذلك اصدر دليل لمناتجات الكيميائية والانشائية والنسيجية وقريبا استكون الغذائية نشر المواد المنزلية المشمولة بالتعداد السكاني كشفت وزارة التخطيط اليوم السبت عن المواد المنزلية التي ستشمل بالتعداد السكاني الذي سينطلق يومي عشرون سالب واحد وعشرين من شهر تشرين الثاني المقبل فيما اشارت الى ان المواد بلغ عددها ثماني عشر مدة وقال المتحدث باسم الوزارة عبداليزهرت لها ندوي جماعة الاستعددة لا اجراء للتعدد لا عمل الاسكان والمساكن لما قرر اجراؤه يومي من عشرين الى واحد وعشرين من الشهر تشرين الثاني لما قبل اكتملت ما الشيرا الى ان هناك تقدمن ملحوظا في عمليات للترقيم ولحصر في جماعة لمحافظة اشتركوا في القناة